في سؤال خاص بالإيجار القديم واللي بيسأل بيقول أنا مش يعني مش جعل الاسم اس وبيقول هو مش عايز يعرف الجزء الخاص بالقانون هو عرفه هو بيسأل عن حكمه يعني شرعا أنا قلت لحضراتكم قبل كده بعد ما نقشنا هذه القضية في حلقة من الحلقات ويمكن الرجوع إليها بتفصلها على اليوتيوب فالحلقة بتنزل كاملة على اليوتيوب وكذلك بتنزل بمقطع السؤال والإجابة ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول أنه ذكرنا وفصلنا الأراء في هذه المسألة ولكن هرجع وقول لحضراتكم اختياري في هذه المسألة بأنه أختار أنه الإنسان الذي يقتن والذي يسكن في إيجار قديم وهذا الإنسان ما عندوش مكان تاني غير هذا المكان وأنه يعني ما فيش أي منفذ آخر ولا مكان آخر ينتقل إليه الإنسان فيترك ذلك المسكن ما عندوش حرية هو عنده ذلك المكان فقط هو الذي يعيش فيه فبنقول له حضرتك ويسر عليك القانون أنت ومن يأتي بعدك لكن الناس أنا يعنيني مسألة الناس اللي يبقى قاعد في سكن ومستخسر يسيبه وبيعنت من يستخسر أو ما عندوش ظروف لأنه في بعض الناس حياتها كانت في مكان ما لكن بقول الناس اللي ما عندهاش احتياج للإيجار القديم وبتمنعه بتمنع أصحاب الملك عن أن ينتفعوا بما ملكه لأنه المفترض أن حضرتك اللي بيأجر ده يعني إيه اللي بيأجر ده حق انتفاع بالمكان مش أنا امتلكت المكان أما وإن القانون يعني في مرحلة ما يعني كان فيها نوع من رعاية لظروف معينة فأخذ بهذا القانون ما فيش مشكلة لظروف الناس ولأنه المسألة فيها كانت صعوبة على كثيرين لكن أنا بتكلم على مسألة الإنسان اللي عنده سكن تاني ويبقى قافل السكن ويمنع صاحب العين عن أنه ينتفع بهذه العين والمساومات اللي تحصل وكأني أنا بطلب من صاحب الملك أن يبيع ملكه والمسألة بتبقى فيها نوع من غصب الحقوق فبقول إن إنسان يحترز لآخرته أسلم السكن ده لأصحابه وأنا أكون قاعد فيه المكان اللي ربنا فتح لي بي فأعود فيه ولا أمنع صاحب السكن ذلك السكن لكن لو أنا ما عنديش غير هذا المكان ويدرني الخروج منه وما عنديش أي وسيلة أخرى أو حيرضيني صاحب السكن فيعطي لي جزء من المال وأنا أكمل عليه وأنتقل إن أنا أشتري شقة ملك هذه الأنواع من الأعراف الطيبة اللي ممكن يعني يعون فيها بعض على مسألة إن كل إنسان يحظى بحقه ما فيش أي مشكلة لكن الإنسان اللي بييده يقدر يعطي لصاحب الملك حكته وهو ما عندوش عاز ليها مش محتاجها مش بيتعند بقى وعادي بعلو ملكه هي دي الحالة دي أنا لا يمكن ولا أرى بإن هذه المسألة فيها نوع من الحفاظ على حقوق الآخرين لأنه لو صاحب الحق متملك حقه مش هيعمل كل الكلام ده معك مش هيساومك كل هذه المساومات لكن بنقول إن القانون حفظ الأصل أنه حفظة للي ما عندوش مأوى ما عندوش مكان وخلص فأجرى هذا القانون على رعاية ذلك الحال لكن المسألة يمكن تعممها فيه بقى الضمير الإنساني الضمير الفردي ضمير الإنسان الشخص إلا أنا ما بقاش يعني عندي احتياج لهذا المكان فو عندي ربنا فتح لي بأماكن أخرى يبقى انتقل إلى هذه الأماكن وأدع لأصحاب الأملاك أملكه مش أعد بعلوهم ملكه والله تعالى أعلى وأعلى أعلى 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 أع